توقفت كل الأعمال التي يتقنها لكنه لم يتوقف لم ينتظر أن تضع الحرب الطويلة نهاية لأحلامه عاد نائف الترب إلى الأرض إلى الزراعة التي كان قد تركها منذ زمن وفي منطقة بني الحارث شمال صنعاء شق طريقا جديدا متبعا الأساليب الحديثة في الري والاهتمام بالمزروعات والبداية من جديد وليس من كل نسكي ولا نصر نزرع نصر خرجنا الليات وضبقنا الصق ومشينا والعمل والمالش مع حضور المهندسة نصر نجاوبين معنا كنا نسألهم أي عاجة أي نكس ويربو نصر كل شي شجعه في ذلك حصوله على تدريب في طرق الري الحديث من قبل مختصي منظمة محلية وقد توجه نحو زراعة محاصيل جديدة قليلا ما تعرفها المنطقة ومع أن كثيرين يميلون نحو زراعة المحاصيل التقليدية إلا أن الخروج عنها يؤتي بالفائدة وحتى لا تكون الفائدة محصورة بشخص واحد فقد بدأ يدعو سواه ويرشدهم للتعامل الجيد مع المزروعات ومع إنتاج الأرض التي أصبحت المكان الوحيد لتحقيق أحلام كثيرة وللبقاء على قيد الحياة وخوض معركة نتائجها مثمرة وحصادها مختلف